كلم طبعا على فيتامين دي وكان عندي سؤال يمكن لدكتور نوع كده وإحنا في الفاصل لو زاد عن النسبة المقررة أو النسبة المعتادة إيه اللي ممكن يحصل؟ هل ممكن يسبب ضرر يا دكتور بالنسبة للجسم؟ أكيد. أي حاجة من الفايتامينز أو المانرلز اللي هي المعادن اللي إحنا بناخدها حاجة من اتنين. إما تبقى من الأكل من الحاجات الطبيعية مثلا محدش أبدا يخاف لو هو بيأكل الحاجات اللي فيها فيتامينز زيادة أو بيتعرض للشمس زيادة. يقول أنا كده الحاجات اللي فيها فيتامينز. طبعا كل الحاجات المنتجات اللحوم الحيوانية زي الأسماك اللي فيها فاتس أو اللي فيها دهون زي السالمون والمكاريل والتونة والكبدة صفار البيض. ده جزء من العلاج بخلاف العلاج الدوائي. طبعا. يعني التغذية عامل مهم جدا في علاج النقص فيتامينز وكمان التعرض للشمس محدش يقول مثلا أنا تعرضت للشمس كتير أو أكلت الأسماك الدهونية كتير فأنا كده هيجيلي زيادة في فيتامينز. لأ الحاجات دي ما بتخوفش خالص. اللي يخوف اللي بياخد أكتر من ألفين وحدة في اليوم كسابليمنت أو كحاجة من بره دوة. فيتامينز ممكن تعمل إيه؟ بتعمل حاجتين بتعمل إحساس بنفس الأعراض بتاعة النقصان فيتامينز. يعني النقصان أو الزيادة بيدينا نفس الأعراض بيدينا نفس الأعراض. بس زائد عليه بقى حاجة خطر جدا وهي الحصوات. يعني لو زاد فيتامينز في الدم ممكن جدا يحصل حصوات في الكلا أو في الكبد وممكن جدا يحصل زيادة في الكالسيم زيادة في الكالسيم زي قطر جدا فلازم لإما تحت إشراف طبيب ويكون فيه تحليلات دورية عن نسبة فيتامينز. كل أدية دكتور مفروض نعمل التحليل. يعني تلات شهور لو حد بياخد أدوية يعمل تحليل كل تلات شهور يتطمن أن النسبة هل هي في الطبيعي أو زادت عن الطبيعي علشان ما يحصلوش أي أثار جانبية لو هو بياخد أدوية أو ماشي على نظام يعني. طيب هل فيه حاجات تانية بتتأثر بالخلل بالنسبة لفيتامينز دي؟ فيه حاجات كتير من الفيتامينز الأخرى. يعني هل بياخد معايا شوية فيتامينز كده ويأثر على أداءها في الجسم؟ فيتامينز بيدخل في تصنيع هرمونات كتير زي ما قولنا فمثلا من ضمن الحاجات اللي بتتأثر الجلد. بيتأثر جدا بنقص فيتامينز ومن أكتر الأمراض اللي بتحصل مع نقص فيتامينز هي الصدفية فلا فيتامينز لي حاجات كتيرة قوي من ضمنها الأمراض الجلدية الشعر زيادة الوزن أو عدم نزول الوزن يعني الناس اللي بيبقى عندهم مشكلة فيتامينز ما بيخصوش بسهولة فهو بيأثر على حاجات كتيرة جدا ولازم نهتم بالتحليل الدورية بتاعة فيتامينز انتوا بدأتوا إمتى تهتموا بعلاقة فيتامينز بعملية الحرق أو حتى نقصان الوزن؟ لقينا أن في مقاومة الإنسلين هي اللي قلت لي بدأت تقول أن لا فيه علاقة قوية جدا بين فيتامينزي وما بين مقاومة الإنسلين أو الإنسلين رزيستنس بدأنا نلاحظ أن الناس اللي عندها فيتامينزي قليل ما بيخصوش لأن الإنسلين مش عارف يدخل السكر جوه الخلايا عشان تتحارق فبالتالي عندما بدأنا نعمل سبليمنتيشن أو ندي فيتامينزي يبدأنا نقل نتائج أحسن وفيه طبعا دراسات عالمية كثيرة على الموضوع ده قاومة الإنسلين مع فيتامينزي لا علاقة ما بينهم إيه ترجمة نانسي قنقر